موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي موعدنا اليوم حلقة من الحلقات استثنائية المرتبطة بقضايا المباني ومخالفات البناء وفق الظروف الآنية التي نعيشها الآن وهذه الحلقة اليوم بعنوان ماذا بعد التصالح ايه اللي يتم بعد التصالح وبعد قبول طلب التصالح بعد استفاء الملف استوفيت ملف التصالح بكل المطلوب قانونا وفق الإجراءات والشروط المنصوصة عليها في القانون 17 سنة 2019 والمعدل بالقون واحد سنة 20-20 وفقا القارات الوزارية الصدرة من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية استوفيت الطلب بتاعك استوفيت ملف التصالح وتم قبول التصالح وسددت الرسوم المطلوبة للتصالح سواء كان السداد الرسمي ده بصفة جزئية دفعت الربع زي ما قالوا في التعديلات الأخيرة وبتقصت الباقي أو انت أصلا استوفيت رسوم التصالح كلها كاملة بكده أصبح ملفك انتهى وتم قبول طلب التصالح وتم قبول التصالح في حد ذاته ده معناه إيه ده معناه أن أصبح عايزة ركز في الجملة دي مهمة جدا أصبح هناك علاقة عقدية بينك وبين الوحدة المحلية على الترخيص بالبناء أصبحت علاقتك بالوحدة المحلية هي علاقة عقد تعاقد بينك وبين الوحدة المحلية المختصة بموجبه بتستكمل أعمال البناء اللي انت كنت مخالف عليها أو بتقوم بالتشطيب أو تستدبع ذلك بتركيب المرافق أو أي شيء يخص المبنى المخالف انت بتقوم باستكماله بناء على هذا العقد اللي تم بينك وبين الوحدة المحلية وهو التصالح على المخالفات القائمة في المبنى أو اللي انت كنت أين بيها واصطلحت عليه يبقى ده اسمه يبقى عاد ما بقيتش بقى ايه موضوع الرخصة لا ودي رخصة في وصيق التعاقد رخصة في وصيق التعاقد بينك وبين الوحدة المحلية لانك انت استكملت عمل البناء بعد التصالح وفق الشروط المفروضة عليك وبعد سداد الرسوم المطلوبة وده عادي صريح بينك وبين الوحدة المحلية زي ما قلت طب افرض انك انت انا عايز اقول الجزئية دي بنقصين اللي كل مرة اتقرر عليها افرضوا ان طلبك بالتصالح اترافط او عقدروا لك رسوم ما انتش قادر تدفعها مرة واحدة او الرسوم مبلغ فيها وعايز تتظلم منه لك 30 يوم من تاريخ اختارك بقرار الوحدة المحلية سواء برفض الطلب اللي هو طلب التصالح او سواء بالتصالح من تقدير الرسوم على قبول الطلب يبقى انت لك 30 يوم عمال اللي عاديت فيها 30 يوم عشان ما دي مضة سقوط مش هدهت ضرر تعمل حاجة بعدها بموجب عقد التصالح اللي تم بينك وبين الوحدة المحلية وانا بقول ده عقد رخصة مغلفة في عقد بينك وبالوحدة المحلية بموجب ملف التصالح بموجب اتمام هذا التصالح بتلتزم انت بالشروط المتفق عليها في التصالح مع الوحدة المحلية والوحدة المحلية تلتزم بتمكينك من القيام بالاعمال المتفق عليها في ذلك وتصرح لك بتركيب المرافق على كافة انواعها دون اعتراض لا شرط من بنود العقد بتاع التصالح اللي بينك وبالوحدة المحلية شريطة انك لا تقوم بتقرار المخالفة في العقار محل التصالح وذلك في اطار القانون زي ما قلت اللي هو 17 لسنة 2019 المعدل بقوم واحد لسنة 2020 في شروط انك انت لا تقررش المخالفة لحن هيستدبع ذلك عقاب جديد يبقى انت في شروط تعاقد بموجب ملف التصالح بينك وبين الوحدة المحلية انت بتنفذها وفق الاشتراطات اللي تفات عليها في التصالح والوحدة المحلية ملتزمة كمان بان هي تمكنك من تركيب المرافق والقيام بكل الانشاءات المطلوبة في المبنى وفق الطلب اللي انت مقدمه كل ده في سياق القرارات الوزرية المنظمة اللي زالت وفق لما سبق شرحه في علاقاتنا السابقة بخصوص المباني ومخالفات المباني والتصالحات رجعوها عشان نفهم الجزئية دي انت كده بقبول التصالح يبقى انت كده انتهيت من ملف مشكلة المخالفة واجراء التصالح طب خلصت الملف واجراء التصالح طبعا احنا زي ما قلنا قبل كده في الحالات السابقة ان الموعد اقصى 30-9 لتقديم ملفات التصالح على المخالفات وده موعد لابد من التقديم خلاله والتعديل الجديد اللي صدر في 21-20 بيديك الفرصة انك تقدم الملف ولو في حاجة نقصة في الملف بتتعهد بتقديمها بعد كده بس عشان يتقبل الملف بتاعك ويتحجز لك رقم ملف تصالح في الوحدة المحلية على اساس ان ما يفوتكش معاد التقديم ويسخط حقك فيه طب افرض ان احنا بقى انتهت المهلة بتاع 30-9 وما قدمناش ملف تصالح وما قدرناش نعمل اي حاجة او فتنا المعاد لاي سبب من الاسباب ممكن نكون مستهترين ممكن نكون ما كملناش الورق اي سبب من الاسباب ما قدرناش نقدم الملف هنعمل ايه هنعود الى الوضع القانوني الى ما قبل 17 لسنة 2019 يعني طياما عدتك جزئة التصالح اذا انت هتتعامل قانونا بغير قانون التصالح عملية يعني حسابية بسيطة قانون التصالح حدد لك موعيد وانت ملتزنتش بيها ومعملتش حاجة هتعود الى الجزئية لما قبل قانون التصالح يعني تمشي على القانون 119 لسنة 2008 ترجع تاني للوضع القديم وتبتدي اذا كنت عايز خلص مشكلتك في اجراءات تقنين لوضعك وحيكون ده برضو في الغالب وفق هم طبعا ما عملوش اجراءات تقنين جديدة لسه ولكن اذا تبعت الموضوع على النظام القديم هتمشي في اجراءات تقنين هتبقى في نفس سياق اجراءات التصالح بتاع القانون 17 سنة 2019 ولكن مش تصالح وكده يعني انا هقولها باختصار يبقى انت حطيت صبعك تحت درس الحكومة لان بقى التصريف كله وعند الحكومة ما بقالكش اي خيار في حاجة عشان كده بأكد اني لازم تلتزم بالمعاد وقدم ملف التصالح في المواعيد المزبوطة وانحق احسج صدورك حتى لو تقع تحت طائلة العنف بالقانون اللي هو ايه تحويل مخالفتك للنيابة العسكرية وتقعد بقى متمرمط ما بين النيابة العسكرية وتحيلها للنيابة العامة لعدم الاقتصاص وترجع النيابة العامة هتدخلك لمحكمة امن الدولة طوارئ ومحكمة امن الدولة طوارئ عملولها دايرة خاصة في المحكمة متخصصة بقضاء المباني فقط يعني في دايرة بقت تتعامل دلوقتي لقضاء المباني فقط يعني هتخش دلوقتي ايه تحت طائلة يعني السيف على رقابتك لو ما خلصت يبقى النصيحة مني ان انت من الاخر كده هنلتزم وحنمشي في الاطار اللي رسمته الدولة وهو القانون 17 لسنة 2019 وتعديل واحد سنة عشرين عشرين وننفذ ونلتزم ونقدم ملف التصالح بتاعنا وانا بقول لو قبل المهلة ما تنتيب شهرين ونص تقريبا التزم وروح قدم ملف التصالح في ايدك كل اوراقك في ايدك عقد الملكية وفي ايدك كراس مهندسي تعمله وفي ايدك محضر المخالفة في ايدك كل اوراقك روح قدم رف التصالح وحجز رقم وحجز مكان وبعد كده ابقى تفاوض على اي شيء بخصوص صداد الرسوم وبخصوص استفاق اي مستندات جديدة هيبقى متاح لك الوقت ولكن ما تعديش فرصة انك قدمت الصالح في الموعد القانوني عشان هتخش في مشكلة بعد كده مش هيبقى لك اي باب للتصالح فيها وحتخش في صدام مع الحكومة وتلجأ تاني للقضايا الاداري وللقضايا العادي ومش حينصفك لده ولا ده لان القرارات اللي انت هتطعن عليها قرارات مزعنة يعني في ايد السلطة التنفيذية هي اللي هتنفيذها عليك وهي اللي حط السكين على رقاتك قرار من المحافظ هيصدر كل يوم ضدك بالإزالة كل يوم هيصدر القرار بالإزالة هتطعن عليه هيصدر لك وهيجيب بالإزالة والطعن مش حيوق في القرار اللي هتطعن عليه كمان يبقى أنا بحذر من الجزئية دي التزم بتنفيذ ملف التصالح قبل تلاتين تسعة عشان تعدي المرحلة دي على خير وربنا يسطرها ويعديها على خير ويرفع الغمة عن الأمة إن شاء الله وإلى اللقاء في حلقة جديدة بخصوص هذه القواعد والقانون الاستثنائية لتوضيح الجزئيات العالقة فيها